ضعي معجون السنان على الموس وفار نص مصروف البيت ونص الميزانية أهم التدابير المنزلية هتشوفيها النهاردة في الفيديو ده تابعيني نهاية الفيديو علشان ما يفوتكيش أي تدبيرة يلا بينا نبدأ بالتدبيرة الأولى بس لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي إسراء فاتحي هاريت تدعموني بالاشتراك في قناة أول حاجة السكينة والمج لو عايزة السكينة بتاعتك تسنيها فجأة وانت بتقطعي بها لقتيها برده يبقى سنيها على ظهر المج هترجع مسنونة جدا وكأنها جديدة لنك أما التدبيرة دي مهمة جدا 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 خصوصا لو عندك أطفال وشائيين شوية علبة الدواء تعود تقفليها بالطريقة دي شايفة أنا بعمل الكيس إزاي تابعيني بنفس الطريقة ولف الكيس وربوتيه مستحيل ابنك أو بنتك هيعرفه ويفتحه وبكده يبقى أنت حاميتي ابنك لقدر الله من إن هو يشرب الجرعة كاملة ويقزي نفسه أو يعمل مشكلة كبيرة حتى لو عرف يفتحها فعقبان ما يفتحها تكوني أنت وصلت له أو حسيتي بي اعتمديها عشان دي مهمة جدا التدبيرة دي بقى لينا احنا كستات بيوت بنقف من كتير في المطبخ بنتعب سوري من وقفة المطبخ رجلينا وإيدينا ومفاصل إيدينا شايلة سجادة شايلة ما عرفش إيه هاتي البنبرزاية أيوة وما تتحكيش وتقوليك كلام الفاضي ده والله كلام مهم جدا لو جبتي البنبرزاية وعن تجربة أنا عاملة فيديوهات كتير قبل كده عن البنبرز ولفتها على إيديك من غير أي حاجة وسبتها نصف ساعة بس أقسم بالله هتسحب كل الرتوبة اللي في إيديك أما لو الوجع شديد استخاني شوية ردة بشوية زيت وحطيهم في البنبرز واللي فيهم على إيدك فكده أنت هتشيري كل الرتوبة وكل الوجع اللي في المفاصل اعتمديها علشان والله بجد حلوة جدا أما التدبيرة دي عنوان الفيديو وصورة الغلاف الأساسية معنا في فيديو النهاردة ضعي المعجون على الموز طب يا إسرق أما في معجون بيتحط على الموز لا يا ستي تعال أما قولك احنا قلنا تدبير منزلية بقى بصي تابعيني بقى كده علشان هقولك أهم حاجتين للموز أول حاجة المعجون والموز المعجون بتاع السنان لما تيجي تاكل الموزة بيبقى القشر اوعي ترميها علشان دي كنز ما ترميش قشر الموز طول اليوم وقف على رجلك في المطبخ ورايحة جاية في البيت هتي قشر الموزة دي وصيبها تستمر كده نص ساعة بعد ما تاكل الموزة وتيجي حطها بعجون السنان بالطريقة دي حطها على إيديكي حطها على كعب رجليكي على رجليكي كلها على المناطق الجمقة في جسمك أكسم بالله بتحسن من نسبة الكوليجين جدا 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 وبتبيض جدا جدا وبتشيل كل التأشف اللي في قدم الرجل وبتنعم الرجل بالأخص جدا جدا وكمان بتفتح جدا وبتخلي الجسم ناعم وراطب اعتمدين تحت عنوان اهتم بنفسك لو بقى أقل التكاليف أما لو شار يا موز وعايزة يعيش معاك من أول يوم زي آخر يوم غلي فيه من فوق بورق الفويل ده يعيش معاك كتير جدا بنفس اللون من غير ما يصمر أما بقى التدبير دي مهمة جدا وخصوصا في الوقت ده من السنة الوقت ده من السنة معروف إن البرد بيزيد والإنفلوانزة وأدوار التعب اللي عندنا كلنا الكبيات الأزايز بتاعة الماء اللي بتشربي منها أزايز المدرسة بتاعة أولادك بعد ما تغسليها بالصابون الثيل والمية هي أنت كده ما قتلتش البكتيريا أو الميكروبات اللي فيها لازم تحط شوية من الخل وترجي الأزايز بالطريقة دي ورجعها تغسليها تاني وليها مية شوفي أنت بقى تعمل مية نفسه هيبقى عامل إزاي كأنك ليسة شارية الأزايز وهيبقى تعمل مية حلوة جدا وفي نفس الوقت متعقمة أما بقى الحلة دي والتدبرة دية أنا عن نفسي بشتكي منها يعني تلاقي بنتك أو ابنك فجأة يا ماما عايز تفاح يا ماما عايز تفاح وتقشر التفاحية وتقطعيها هتلاقيهم مكلوش غير قطعة واحدة وبس أكيد يعني مش هنضربهم علشان الأكل مش بالعافية يعني فأنا هقولك إزاي تحفظي على التفاحية دي عشان لونها ما يغمقش ويردوا يأكلوها تاني هاتي ستريتش وحطيه ويفتحيه قصدي بالطريقة دي وحطي التفاح جواه وليف يقل ستريتش عليه وبكده مستحيل التفاح يتبل أو لونه يتغير على فكرة أنا بعمله بالستريتش واسيبه برا التلاج وبيفضل والله العظيم من أول اليوم لآخر اليوم لونه فاتح وبهم نفسهم بيجوا يفتحوا الستريتش أو يفتحوا حتة بحتة ويغضم ويقفلوا تاني اعتمد الطريقة دي علشان حلوة هتريحك من الزن بتاعي الأولاد والأطفال خصوصا يلا بينا بقى على التدبير الجمدة جدا أحلى تدبيرها معايا النهاردة بصراحة فقرت فيها كتير علشان أقدمها لكم لما احنا بنجيب علبة الجبن أنا كإسراء لما بجيب علبة الجبنة لو ستتها بالطريقة التقلدية بعد ما فتحها هتنشف في ستات كتير بتحط المعلقة فيها وتحطها في درجة تلاجة أو في بابة تلاجة بتنشف خصارة ما بتبقاش نفس الطعم لو عايزة تحافظي على علبة الجبنة طريقة زي ما هي كأنك لسه شريحة أو لسه فتحها نفس الطعم ونفس الريحة غلي فيها بالستريتش كاملة مكملة يعني تليف عليها الستريتش ولما تيجي تغذي تشيل الستريتش من فوق بس كده وتغذي بالمعلقة وترجع تاني تقفل الستريتش الموضوع سهل جدا جدا أعتمديها علشان هتعجبك جدا بإذن الله معلش بقى لو سيتي تعبان شوية لأن أنا مريضة شوية لي من دول دعوتكم بالشفاء لو عجبتكم التدابير ما تنسوش تشتركوا في قناتي تدعموني باللايك والشير أشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته